الشيخ عفر الله عنكم ما كنت مستعمال النظرات والأواني الملونة بلون الذهب الأواني المطلية بالذهب إن كان يجتمع من هذا الذهب شيء إذا عرض على النار يعني إذا قال الصائر هذا الذهب لو عرض على النار لاجتمع منه شيء فإن المطلية بها محرن لأنه استعمال بذهب نعم فإن المطلية بها يحرم استعماله بالأكل والشر لأنه يستعمل الذهب حقيقة وأما إذا كان مجرد لون فإنه لا بأس بأن يأكل ويشردها لكن الأفضل ترك ذلك الأفضل ترك ذلك لماذا لأن من نظر إليه ويأكل فقد يسيء بي الظنع ويقول هذا الرجل يأكل بعنة البحث ومن نظر إليه فقد يظن ذلك ذهبا خالصا فيقتدي له وفي الأواني الكثيرة المنوعة ما يكفي عن استعمال مثل هذه الأواني ترجمة نانسي قنقر